أعوهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يكلف النعاة ومع وصلنا في المقدمات السنوسية بالشرح المختصر لسيدي الإمام أبي إسحاق إبراهيم الأندلسي السرقسلي البناني رضي الله تعالى قال والعلم قال الإمام السنوسي في المقدمات والعلم صفة ينكشف بها المعلوم على ما هو به إنكشافا لا يحتمل النقيل صفة العلم والثالث من المعاني أي من صفات المعاني العلم الأزلي صفة كالجنس يشمل جميع الصفات المتعلقة يعني التعبير في الحد وهنا التعريف بالنسبة للصفات الإلهية ليست حدودا حقيقية لأن الحد يشمل حد التام يشمل الجنس القريب والفصل القريب فلو كان الأمر كذلك لا كانت الذات الإلهية مركبة أو لكانت الصفات مركبة الله تعالى يتنزه في ذاته وصفاته عن التركيب والتبعيق والتجزؤ إلى غير ذلك لهذا قال صفة كالجنس ولم يقل جنس يعني بمثابة الجنس في التعريف يشمل يعني التعبير بالجنس يشمل جميع الصفات المتعلقة والصفات السبعة لصفات المعاني كلها متعلقة إلا صفة للحياة ينكشف يعني يتضح هذا فصل يعني كالفصل أو بمنزلة الفصل في الحد يخرج به جميع الصفات ينكشف بها هذا القيد أو هذا الفصل يخرج جميع الصفات ما عدا السمع والبصر والإدراك على القول به لأن صفة الإدراك كما سبق صفة مختلف فيها ومنهم من قال بإثباتها ومنهم من قال بنفيها ومنهم من توقف والتعبير بالمضارع يقتضي يعني لماذا لم يقل العلم الأزلي صفة إن كشف بها وإنما قال ينكشف فما فائدة التعبير بالإيه؟ ما فائدة التعبير بالمضارع؟ الجواب إفادة دوام الانكشاف واستمراره يعني لو قال إن كشف هذا لا يفيد له الدوام إنما يفيد وقوع الانكشاف ما ينكشف يعني الانكشاف دائم ومستمر ينكشف بها ولم يقل لها يعني في التعريف قال ينكشف بها صفة ينكشف بها لماذا لم يقل لها؟ لأن نسبة الانكشاف للذات حقيقة وللعلم مجاز يعني الانكشاف العلم ينكشف هذه الصفة ينكشف بها أما ما ينكشف لها هي الذات فالذات ينكشف لها أما العلم ينكشف بها لماذا؟ لأنه أسند الانكشاف إلى الصفة مجازا والإسناد الحقيقي إنما هو إلى الذات كما تقدم في القدرة في تعريفها قال صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه ولم يقل يتأتى لها لأن التي تتأتى لها أو الذي يتأتى لها هو هو الذات يقول انكشاف حقيقة للذات وليس للصفة وإنما يسند إلى الصفة أو ينسب إلى الصفة من باب المجال من باب المجال والعلم صفة ينكشف بها المعلوم على ما هو به هذا فصل ثاني الفصل الأول ينكشف بها فهذا بمثابة أو بمنزلة فصل ثاني يخرج به يعني يخرج بهذا الفصل السمع والبصر والإدراك أيضا على القول به لأن هذه أي الصفات الثلاثة السمع والبصر والإدراك على القول به تتعلق بالموجود مطلقا واجبا كان أو ممكنا دون المعدوم المعدوم حيصدق باثنين يا إما بالمستحيل أن المستحيل لا يوجد إذن فيصدق عليه أنه معدوم والمعدوم الذي هو ممكن يعني يمكن وجوده إلا أنه لا يوجد فهذا أيضا معدوم إذن فعندما تستمع إلى كلمة معدوم يعني هو عدم إما أن يكون عدما لأنه يستحيل وجوده أو أنه عدم ليس لاستحالة الوجود فوجوده ممكن إلا أن الإرادة لم تتعلق بإيجاده فهو أيضا معدوم إذن فالمعدوم يصدق بماذا يصدق بالمستحيل ويصدق بالممكن المعدوم فإنها أي صفة العلم تتعلق بهما وبمقابلهما يعني إيه الفرق بين المعلوم وبين الموجود سؤال ما الفرق بين المعلوم وبين الموجود هذا سؤال لا يحتاج إلى سكوت إنما يحتاج إلى جواب ما الفرق بين المعلوم وبين الموجود بين المعلوم وبين الموجود هل سمعتم السؤال ما الفرق بين المعلوم وبين الموجود المعلوم إما أن يكون موجود أو غير موجود ولكنه إيه معلوم إذن المعلوم أعم من الإيه ولذلك بيقول الصفات اللي السمع والبصر والإدراك تتعلق بالموجود يعني الموجود إيه ما هو الموجود إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود فيتتعلق بالموجود مطلقا لكن صفة العلم لا تتعلق بالموجود فقط وإنما تتعلق بالواجب بالموجود الواجب وبالممكن والممكن ممكن يكون ممكن موجود وممكن معذوم وتتعلق بالمستحيل الذي لا يوجد إذن فتتعلق صفة العلم بجميع أقسام الحكم العقلي فالعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام فهي تتعلق صفة العلم بهما يعني بالواجب وبالمعدوم والممكن اللي هو فيه فيه طرفان فيه الممكن إما أن يكون ممكن معذوم وممكن موجود وكلمة المعدوم تصدق ب باثنين تصدق بالمستحيل وتصدق بالإيه بالممكن المعدوم فإنها أي صفة العلم تتعلق بهما وبمقابلهما يعني صفة العلم تتعلق بالمعدوم الصادق والمستحيل والممكن المعدوم وبمقابلهما ما هو المقابل لهم الواجب والممكن الموجود فهنا كلمة المعلوم أعام من كلمة الموجود يعني ما من شأنه أن يعلم سواء كان موجود والموجود إما واجب إما ممكن سواء كان معذوما والمعلوم يصدق بالإيه بالمستحيل وبالممكن الموجود فصفة العلم تتعلق بما هو معلوم بما هو معلوم بخلاف السمع والبصر والإدراك فهذه تتعلق بالموجود مطلقا سواء كان الموجود واجب الوجود أو ممكن الوجود أقرأ والمعلوم ما شأنه أن يعلم ها يبقى إذن المعلوم هو ما شأنه أن يعلم لاب ما هو أو ما ما الذي شأنه أن يعلم كل معلوم واجب وكل واجب وكل جائز وكل مستحيل لأننا نعلم ونقول ما هو الواجب فله تعريف وما هو الجائز وما هو المستحيل وهذه كليات تندرج تحتها جزئيات لا تنحصر سواء كانت هذه الجزئيات موجودة في الخارج أو غير موجودة من الشأن إحنا لأن الكل ينقسم إلى مفهوم الكل إلى أقسام ثلاثة تأول في القسم إلى ستة يعني الكل إما أن يكون الكل مفهوم في الذهن ممتنع لا يوجد كل يعني معنى في الذهن لا يوجد منه شيء يعني في الخارج عدم موجود شيء في الخارج من أفراده يرجع إلى أحد إثنين إما لأنه يستحيل موجود أي فرد أو لأنه يمكن إلا أنه غير موجود فهذا كل لأنه الإنقسم إلى موجود النوع الثالث كل يوجد منه أفراد كثيرة ولكنه هذه الأفراد إما أن تكون متناهية أو غير متناهية إذن فالأقسام كانت يبقى لو قلت لك قسم الكل باعتبار وجوده في الخارج وعدم وجوده فتقول ستة أقسام الأول ما فيش ولا فرد ما فيش حاجة الثاني في فرد واحد الثالث فيه أفراد ولكن هل هي متناهية ولا غير متناهية إذن فانقسم الثالث إلى قسمين كما انقسم الثاني والأول إيه المثال بتاع الأول كلينا يمتنع وجود أي فرد منه في الخارج أو كلي لا يوجد منه في الخارج شيء فهذا ينقسم إلى قسمين الأول لا يوجد شيء منه في الخارج للاستحالة زي شريك البالي اجتماع الضضي لا يوجد في الخارج حاجة اسمه اجتماع الضضي لكن ده يفهم في الدين لا يوجد في الخارج شريك لله لا يوجد في الخارج ولد لله لا يوجد زوجة ده اسمه ايه زوجة اي زوجة ولد اي ولد شريك اي شريك ولذا كان كله انه يفهم منه الشريكة يطلق على كثيرين لكن الثاني في القسم الأول انه لا يوجد مع امكان الوجود زي بحر من زئبك جبل من ياقود او جبل من خبز هذا ايه غير موجود لكنه يمكن ايه الوجود النوع الثاني كله لا يوجد منه الا فرد واحد طب لماذا لا يوجد الا فرد قال لك لأحد امرهم اما يمتنع وجود غيره بالادلة العقلية والنقلية او انه يمكن ولكنه غير موجود مثل ايه فرد واحد بس الموجود ما فيش غير كذا زي ايه اله اله ده مفهم كله اي اله يطلق عليه انه اله لكن لا يوجد في الخارج بحسب الادلة العقلية والنقلية الا واحد مع استحالة وجود اله اخر اما النوع الثاني في القسم الثاني اللي هو لا يوجد منه في الخارج الا فرد واحد مع جواز زي مثلا الشمس اي شمس لكن ما فيش غير الشمس واحدة خلق الشمس والقمر يوجد اذا ده لكن هل يمتنع وجود شموس اخرى لا لكن الموجود ايه شمس واحد لكن غير ايه ممتنع وجود شموس اخرى يعني مثلا لا يوجد في العالم الا بحر واحد اسم البحر الاحمق لكن ممكن يوجد مليون واحدة لكن غير موجود الا واحد مع امكان وجود بحار اخرى النوع الثالث يوجد منه في الخارج افراد ولكن هي متناهية ولا غير متناهية قالوا زي مثل الكواكب والنجوم في الدنيا كواكب والنجوم كثيرة الا انها متناهية يعني محصورة ومعدودة لكن القسم السادس والاخير هو وجود افراد في الخارج غير متناهية قالوا لا نجد له مثالا على عقيدة اهل الحق يعني لا نجد مثال لهذا القسم ولذلك بعضهم اسقضة فجعل الاقسام كمسة وليس الستة قال الكل الذي يوجد منه في الخارج افراد غير متناهية قالوا على حسب عقيدتنا احنا لا نجد له مثال لان القاعدة عندنا تقول كل ما دخل في الوجود فهو متناهن اي شيء يدخل الوجود حسبك اي حسر بدأ العدلي التنازلي نعم يعني مثلا اقول لك فلان ده حيعيش سبعين سنة اراد الله تعالى انت اسمك ايه احمن ربنا لما حيخلق وحيوجد في الحياة حيعيش سبعين سنة كيف نحسب السبعين سنة لما يولد هو لسه لم يأتي الى الوجود لم يدخل في الوجود فنحسب عليه العمر قبل وجوده ولا بعد ما يدخل في الوجود فبمجرد الولادة نحسب لما نحسبش ليه السن بمجرد الحمل من اول ما امه تحمل به نحسب مش خلاص او قال لك ما ربنا ما ينزلش او يكون الحمل كازم او يبقى سب فما يتحسبش عمر انسي قال لك وولي ده سنة كزا مش حملت به امه والحمل غير منطبط انما الولادة منطبط حي ظاهر ايه طلعت بل تصرخ وتبكي وعاوز يرضع انما في الحمل الله عالم قد يكون ما فيش حمل وهم يبقى اذا لم يولد هل يحسب عليه العمر فهذا كمثال ما دخل في الوجود اي شيء يدخل في الوجود يبقى بدأنا نعدد روك زي العداد بتاع التكس من غير ما تركب انطبط بره لا يمكن يعد يعد على مين لازم تدخل فاذا دخلت واغلق العداد اشتغل في ثانية لأنهم يعتقدون ان الافلاك قديمة وان حركة الافلاك حادثة لانها تنعدم فلا يمكن القول بقدم الحركة لانها توجد وتنعدم فهم يقولون الا انه ما من حركة الا وتسبق وحركة وهكذا الى لا اول اذا فافراد الحركات موجودة في الخارج على حسب مذهبهم ولكنها غير متناهية لانه ليس لها بداية هي كده حسب عقيدتهم وحسب ملتهم في ايه كل له افراد في الخارج غير متناهية لكن بعض العلماء اهل السنة والجماع حاولوا يجيبوا ايه مثال فقالوا ايه نعيم اهل الجنة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اصدق اصدق كلمة قال الشاعر اللو بيد الشاعر اللو مين اسمه اهوه تقريبا اللو المثال قال اصدق لبيد قال الا كل شيء ما خال الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل فقال الا ايه الا نعيم ايه الجنة وكل نعيم زائل الا ايه نعيم الجنة وايضا في المقابل كل غم كل كرب كل مصيب وكل حزن علاج ايه ما فيش فايدة الا الصبر مع الايام حيزول هذا الغم مهما طال الا ايه غم اهل النار حيزول فيه اصدق مش حيروحوا ايه الجنة فالغم كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فالغم معاهم لا يزول وكذلك النعيم والفرح والسرور في الجنة لا يزول لكن نعيم الجنة لا يزول باعتبار ايه باعتبار امكان وجود افراد منه غير متناهية لكن الافراد التي وجدت بالفعل منه هي متناهية اذا فهذا المثال لا يصح نحن نتكلم على الموجود بالفعل وليس على ايه على ما يمكن وجوده فالمثال ده لما مثلوا به لو كان احنا بيتكلم على الموجود مش على ما يمكن وجوده يبقى ما يمكن وجوده ده غير ايه غير محصول غير متناهية انما الذي وجد بالفعل ما هو متناهية يبقى كده القاعدة لا تنخرم لا في الدنيا ولا في الدنيا كل ما دخل في الوجود فهو متناهي قطعا راحوا جابوا مثال آخر قالوا كمالات الله تعالى قديمة الكمالات أفرادها وهي موجودة وهي غير متناهية وهذا المثال أيضا لا يصح لأننا تكلم في الوجود الحادث ولا نتكلم في الوجود في الوجود القديم وضح كده لم وضح شيء يبقى كده ما ينفع شيء مثال على مذهب أهل السنة بالنسبة للكمالات غير متناهية واحد يقول لك ربنا سبحانه وتعالى يعلمها كيف يعلمها وهي غير متناهية يعني بالنسبة لنا نعلم أن الله تعالى له كمالات لا تتناهى لا تنحصر يعني بالنسبة لنا لا نستطيعه لكن الله يعلمها فإذا علمها لا بد أن تكون متناهية لأنه طالما دخلت في العلم يبقى إذا هي متناهية متناهية واضح كده فالجواب على هذا أنه الكلام ده التناهي بالنسبة للعلم الحادث لأنه محدود أما العلم القديم لا أول له فهو غير متناهي فما يدخل فيه أيضا غير متناهي متناهي بالنسبة لعلوم نحن أنت دوبك محدود لأول لآخر علمك محدود لما علم الله ليس محدودا ليس متناهيا فيدخل غير المتناهي في غير المتناهي أما دخول لا متناهي في المتناهي هذا مستحيل يعني كيف يدخل ما لا يتناهى فيما يتناهى هل هذا يمكن؟ وإلا لو حدث لكان ما يتناهى لا يتناهى ولكان ما لا يتناهى يتناهى philanهد شيء يلا بقول والمعلوم ما شأنه أن يعلم وهو كله واجب وكله جائز وكله مستحيل يعني مش المعلوم هو الموجود لا المعلوم ما من شأنه أن يعلم كله واجب وكله جائز وكله مستحيل على ما هو به تأكيد وتصريح بإخراج الجد المركب يعني لا يسمى العلم علما إلا إذا علمت الشيء على ما هو به لأنك لو علمته على غير ما هو به فهذا هو الجهل وهذا ليس جهلا بسيطا إنما هو جهل مركب لأن الجهل البسيط هو عدم علمك بالشيء لا تعلمه دجه أما إن علمته على غير ما هو به إذا فأصبح لديك جهلا والله ما زده ثالثا وهكذا يبقى إذن إيه الفرق بين الجهل البسيط والمركب الجهل البسيط هو عدم العلم أما المركب هو أن تعلم الشيء على غير ما هو به يعني تعلمه على خلاف الحقيقة هذا هو جهل مركب لماذا مركب لأنه تركب من جهلين الأول جهلك بالشيء والثاني جهلك بجهلك خلاص كده له هذا راديو أو هذا رجل أو هذا عفريت من الجهل هذا أخبرت بالشيء على خلاف ما هو به هذا يسمى جهل ركب ولذلك الجهل الذي عند من يدعون أنهم سلفية أو من أكباء السلف مركب تركيب فوق تركيب ركبهم الجهل طبقا عن طبق فأصبحوا من عتاة الجهل لأن الجهل أصبح مركبا فالجهل البسيط يمكن علاجه أما الجهل المركب يصعب جدا على ما هو به تأكيد وتصريح بإقراج الجهل المركب لأنه لا ينتشف به المعلوم على ما هو به انكشافا أي اتصافا لا قفاء معه لأنه الجهل المركب لا ينكشف به المعلوم على ما هو به وإنما صحيح الجهل المركب ينكشف به المعلوم لكن على غير ما هو به انكشافا أي اتصافا لا قفاء معه انكشافا بالنسبة للعلم الإلهي لا قفاء معه لأنه مهما كان العلم الحادث يكون معه نور خفاء مهما كان أما الانكشاف التام الذي لا قفاء معه هذا ايه هو الانكشاف التام أما الانكشاف الحادث فيه نوع من الخفاء سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عاشر سيدنا عمر ومعه كل شيء وانكشف له انكشافا لكن معه ليس انكشافا تاما إلا كان أبو بكر حقيقيه علمه كعلم الله فاختار سيدنا عمر ووصى أنه كتب كتابه يعين فيه سيدنا عمر خليفة للمسلمين من بعده وقال هذا هو علمي ولكن إن غير وبدل يعني قد يحدث من سيدنا عمر تدغير وتبديل فأبو بكر قال وإن غير وبدل فلا أعلم الغيب إذن علم سيدنا أبو بكر محدود لم ينكشف له ما وراء ذلك هذا علمي به إلى هذه اللحظة بعد ذلك لا أدري أما علم الله تعالى ليس فيه تغير ولا يسبق بيهل ولا يحدث في العلم تغير بتغير المعلوم أما بالنسبة لك يعني أعطيك مثالا شيخ طلحة مسافر بعد أسبوع إلى ماليزيا علمنا الآن أنه مسافر وعلمنا بعد أسبوع يتغير كنا نعلم أنه سيسافر لم يسافر يسافر يوم الجمعة بعد أسبوع أليست الجمعة هذه والتي بعدها عندما يسافر نعلم أنه يسافر وهو في الطائرة أو في الجو يسافر بالفعل طب بعد أصوله يكون العلم سافر فالأول سيسافر وعند السفر يسافر وبعد السفر سافر فحصل تغير في العلم لكن هل أستطيع أن أعلم أنه سافر قبل أن يسافر لا فتغير العلم بتغير المعلوم لكن ليس الأمر في علم الله هكذا فيعلم أنه سيسافر ويسافر وسافر بعلم واحد لأنه إذا علم شيئا لا يحتمل النقيد إنما أنا أعلم أن الشيخ طلع مسافر وبعدك يوم الخميس جاء عذر جاءه إسهال أو إمساك أو مرض فغير السفر فأقول سافر فيصبح كلامي جهلا يقول لي أحد تلاميذه أو أحد زملائه هو موجود أين في البيت أو في المستشفر لم يسافر إذن فصار علم جهلا أما بالنسبة لعلم الحق سبحانه وتعالى ليس فيه تغيّر ولا تبدل وليس فيه ماضي ولا مستقبل ولا آل كله بالنسبة الله تعالى السواء وذاك تجد هذا لأنت في تقرأ القرآن يتحدث الحق سبحانه عن أمور الآخرة بصيغة الماضي ولا يقول مثلا سيدخل أهل الجنة وإذا صرفت أبصار قالوا ربنا لا تجعلنا ونادى أصحابه هذا لم يحدث بالنسبة لنا يعني ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن هذا حدث الكلام مع أهل الجنة ونادوا يا مالك مع أهل النار بالنسبة لنا نقول أن هذا سيكون في الأخير لكن الله قاله بعض الناس يقول لك التعبير بالماضي عن المستقبل دم جهز مش حقيقي عشان يفيد تحقق الوقوع ده بالنسبة لنا أما بالنسبة لنا هو متحقق بمعنى إيه أننا مثلا أنا منتظر بعد أسبوع يسافر طلحة منتظر هذا كل يوم أقول باقي الآن باقي سبق أيام بكرة ستة بعده باقي خمسة إلى أن تبقى ساعة فأنا أنتظر سفره أو بعض الناس ينتظر مثلا موت إنسان معين لمصالح أخرى وبعض الناس ينتظر ولادة إنسان أو ينتظر ما يحدث يقول لك الوزارة ستتغير الرئيس مثلا سيتبدل الحكام أحوال الدنيا فينتظرون هل الحق سبحانه وتعالى ينتظر شيء لا ينتظر لا ينتظر شيئا فالأمور عنده القيامة قامت وأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار والحساب كله بالنسبة لله حاصل مش سيحصل لأن الله تعالى لا يحكمه الزمن ما عنده أمس ولا اليوم ولا غدا خلاص ولذلك جاء في تفسير الإمام القرط بسؤال كده أورده عن بعض العلماء سألوه عندما كان إبليس ضاووس الملائكة يعني كان في العبادة قبل موضوع آدم وكان في غاية الطاعة والعبادة لله كان أعبد مخلوق لله في الطاعة والعبادة هل كان الله تعالى راضيا عنه في هذا الوقت وسألوا سؤال تاني لما كان سيدنا عمر في الجاهلية وكان جبارا وكان كافرا وكان يبطش وكان من القتلة وجاء بابنته في الجاهلية وذفنها حية وإذا الموؤودة سؤلت بأي ذنب هل كان الله غاضبا على عمر في هذا الوقت طبعا لو سؤل أي إنسان عاذي حيقول لما كان إبليس في الضاعة كان الله راضيا ولما كان سيدنا عمر في المعصية كان الله ساخضا كده معنى كده أن الله ستتبدل وتتغير صفاته لأن إبليس لما أبى واستكبر وطرد أصبح الله ساخضا بعد أن كان وبالنسبة سيدنا عمر أصبح راضيا بعد أن كان فهذا العالم ماذا أجاب قال لم يكن الله راضيا عن إبليس أبدا ولا ساخضا على عمر أبدا لأن الله تعالى يعلم شأن إبليس قبل خلقه وقبل وجوده ويعلم شأن عمر فلو كان حصل تغير في الصفة حيحدث تغير في العلم بمعنى أن الله عندما كان راضيا عنه لا يعلم ما يحدث منه بعد ذلك وعندما كان ساخبا على سيدنا عمر لا يعلم منه ما يكون بعد ذلك من كونه أمير المؤمنين والقرآن ينزل بكأن الله لم يكن يعلم ما يستقبل أو ما هو مستقبل سيدنا عمر أو مستقبل من إبليس يعلم ينكشف له أمر إبليس إنكشافا تاما أما العلم هنا إنكشافا لا يحتمل النقيب إنما لو تبدل معناه العلم ده حادث وليس وليس القديم فهمتو ما هو الفرق بين العلم الحادث وبين العلم القديم يالله يالله انكشافا اي اتصافا لا خفاء لا يحتمل لا خفاء يعني فيش خفاء أبدا ليس هناك خفاء بل حدث من سيد عمر ده يعلم الله تعالى أنه أمر طارع شيء عارض كده زي البرد ويزول وبعدين سيكون عمر من أكابر الأولياء والصالحين وإبليس سيكون من أكابر المرجومين والمطهودين فالله يعلم هذه لم تكن خافية عليه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا أما أنا الآن أقول لك أنا الشيخ طالح من أشد أحبابي ولا أستطيع أن أتحمل يوما لا أرى وفي العام القادم أقول لك لا أستطيع أن أرى بما الذي حدث حدث تغير في العلم بتغير المعلوم كما يحدث كثير مع المرء وزوجه يعشقها ويحبها ويقول فيها شعرا وبعد أيام من الزواج يكفر بها وبأهلها فيحدث أو لا كثيرا يمكن عندنا أما عندهم لا يحدث لا يحتمل أي العلم النقيد يخرج به اعتقاد غير الجازم آه يبقى يبقى كذا لو احتمل العلم النقيد يبقى هذا لا يبقى هذا اسمه اعتقاد غير جازم لأن الاعتقاد لا يكون علما إلا إذا كان جازما فترين الخمسة أقسام اللي قلنا كذا اعتقاد العلم كذا اعتقاد جازم مطابق ثابت مش كلا عن دليل عن دليل اعتقاد جازم مطابق عن راسخ عن دليل كذا خرج الظن والشك الظن بأقسامه الوهم والظن والشك وخرج التقليل لأنه فيش دليل يخرج به اعتقاد غير الجازم لأنه يحتمل اعتقاد غير الجازم لأنه اعتقاد غير جازم لأنه يحتمل النقيض بتشكيك مشكك لأنه يحتمل النقيض بتشكيك مشكك إذا كان على غير ضرورة أو غرهان أو السل يعني واحد يسأل كيف الاعتقاد يحتمل النقيض يعني واحد مثلا باعتقد أنه واحد غير مسلم مسيح يعتقد أن الله ثالث وثلاث يعتقد اعتقاد جازم أو غير جاء المهم في اعتقاد والاعتقاد إما جازم غير وبعد مثلا سنة أو اثنين تجد ربنا هذا وقال وقال لك لا إله إلا الله يعني الله واحد فإن حصل تغير الاعتقاد فالاعتقاد يحتمل النقيض أما العلم لا أصلا احتمل النقيض لا يكون علما العلم هو اليقين يعني هو القطع هو الجزم يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين ما فيش حاجة اسمه احتمال يساوي يساوي اثنين احتمال لو احتمل ولو واحد في المليون انه ممكن ما يساويش واحد واحد ساوي اثنين هذا مش علم ده ظن وهم مش زي ما تسميه تقليد يبقى يسأل واحد سؤال كيف يحتمل الاعتقاد بيتغير خبارك الاعتقاد ممكن يتغير حتى لو كان حق مش في ناس مسلمين ارتد ارتد ممكن التوحيد يتغير يبقى شركة ممكن واحد مجسن يتغير اعتقاد ويبقى منزه او العكس ممكن واحد معتقد التصوف يبقى وهابي او وهابي ينقل يتصوف يبقى اذا يحصل تغير وما يحصل يسمى اعتقاد فالاعتقاد من شأنه ان يتغير بس كيف يتغير قال لك والله بتشكيك مشكك واحد يقول يزن على ودانك يشككك يخليك تشك ما انت ما بيش عندك ششك ولا حاج لكن مع كثرة الاسئلة وقلاك مخك لف تخليك ايه تشك انا باعتقل ان الشيخ محمد دري وصالح واحد يقول يا شيخ حرام عليك ده امس شفته يعاكس البنات اقول له يمكن يكون واحد شبوة شبوة كيف انا عارف اضلع من مئة الف هو ده يا ابني غيره لا هو يخليك ايه انت تشك يمثل علينا فخليك تشك في مين في الصالح ويمكن واحد تاني فاسق يخليك تعتقد انه صالح فممكن الانسان يموه او يزور او يخدع وهكذا يبدأ بيقولك هنا لانه يحتمل النقيد بتشكيك مشكك ان كان على غير ضرورة يعني اعود اقولك الاعتقاد ان لم ينشأ عن ضرورة او برهان يحتمل ان تشكك فيه لكن انت الاعتقاد يمجراسق زي الجبل لا تستطيع ان تشكك لما يكون ناشئ عن ضرورة او عن ايه برهان برهان يعني دليل عقلي يبقى الاعتقاد لما يكون كده اعتقاد من غير مش ناشئ عن ضرورة يبقى يقبل التشكيك اما اللي هو ضروري لا يقبل التشكيك ولذلك مثلا الله تعالى قال وَأَوْحَيْنَ إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِهِ فَإِذَا خِفْتِي شُفْ إِذَا خِفْتِي عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِيُلْقِيهِ فيلقي الله تعالى علم ضروري في قلبها أن نجاته ستكون بإلقائه في اليم يعني في مضنتها لك والفرق بين الوارد اللي هو يأتي من الرحمن والوارد اللي هو يأتي من الشيطان أن الوارد الرحمن إذا دخل في القلب لا يمكن يزول لبعلم ضروري ينشأ عنه لو مثلا السماوات والأرض والإنس والجن قالوا لها أنك لو ألقيته في اليم سوف يغرق لا يمكن يستطيع دفع أو إزالة هذا العلم الضروري من صدرها فالعلم إذا أصبح ضروريا لا يقبل التشكيك زي العلم بوجود أنفسنا أو العلم بوجود الجبال أو العلم بأن السماء فوقنا هذا لا يمكن أمور نعلمها لا تقبل أن يشككنا فيها أحد زي ما أعلم أن هذا ابني بس ممكن تقبل التشكيك يعني خليني أروح في موضوع العلم بوجود نفسي العلم بوجود أبنائنا يقبل التشكيك قلت إذا أمه مثلا حملت به من من رجل للآخر خليت تشك وتروح للد والدور على شغلانه في الآخر يطلع مش ابنك وهو ابنك في الحال يقبل التشكيك إنما الضروري غير النظري لا يقبل التشكيك أول وناشئ عن برهان برهان يعني يفيد البرهان من البر من القطع يعني لا يكون برهانا إلا إذا كان قطعيا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من رب برهان قطعي خلاصك لكن إذا 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 لم يكن ضروري أو عن دليل يبقى إيه إيه اللي يحصل يقبل إيه يقبل التشكيك طب سؤالت هل العلم نقول العلم إذا نشأ عن غير ضرورة أو أو عن غير برهان يمكن التشكيك فهل نقول إذا كان في ضرورة برهان لا يقبل لكن يمكن يكون نشأ عن ضرورة وعن برهان ومع ذلك يمكن أن يقبل ليه قالوا هذا اسمه يسموه صفي السلب اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء في هذه الحالة ممكن يسلب الله تعالى عرف التالعلم اللي عندك ذا كله وحافظ القرآن وحافظ التوراة والإنجيل وحافظ أصول الفقه وحافظ المتن الورقات والفت بن مالك والجرجان وغيره فجأة تجد كل هذا سلب رفع في هذه حالة كثير من الناس اضطروا فسلب الله منهم العلم الله تعالى يسلب المال أو يسلب الصحة أو البركة أو البصر أو القوة وكذلك يسلب للعلم فيصبح لا يعلم بعد علم شيئا بس هذا يسموه السلب لأنه هذا أمر ممكن ممكن لكنه في يعني هذا داخل في دائرة الإمكان إنما من ناحية العادة هو غير ممكن لكن جائز عقلا أن يحدث هذا وحدث لأنه يتقل النقيد بتشكيك وشكيك على غير ضرورة أو برهان أو بسلب والعياذ بالله إن كان عنهما عنهما يعني عن ضرورة أو برهان لو كان هناك سلب والعياذ بالله ممكن يحتمل النقيد وفي وفي بعض النسخ بوجه من الوجوه يعني في تعريف العلم يقول لك كذا والعلم صفة ينكشف بها المعلوم على ما هو به انكشافا تاما لا يحتمل النقيط في بعض النسخ كذا في زيادة بوجه من الوجوه أشار به والله أعلم إلى ما قرره المصنف رحمه الله له الشيخ السنوسي في بعض تآليفه من أن العلم تلزم فيه ثلاثة أمور الجزم والثبات والطباق ثلاثة حاجة في العلم ولذلك يقول بوجه من الوجوه يعني الثلاثة الزيادة تفيد أنه لا يحتمل النقيط يعني نقيط الجزم غير الجزم نظن نقيط الثبات يعني نقيط الطباق عدم للطباق في بعض تآليف من أن العلم تلزم فيه ثلاثة أمور الجزم والطباق فلا يحتمل النقيط بحسب الذهن للجزم ولا بحسب الخارج للمطابقة للواقع ولا بحسب تشكيك مشكك لأجل الثبات هذا معنى كلامه والله على واعترض واعترض على هذا الحد فين الحد أين هو الحد والعلم صفة ينكشف بها المعلوم يعني قالك التعريف الحد معترض عليه ليه قال لك أصلي يلزم فيه الدور لما يقول لك عرف العلم تقول لي انكشاف المعلوم ما هو العلم هو انكشاف المعلوم ما هو انكشاف المعلوم هو العلم فهين ايه ده متوقف لأن انكشاف المعلوم متوقف على العلم والعلم متوقف عليه فهذا دور والدور ايه لا يدخل في الحدود لا يدخل لا يجوز في التعريف الايه الدور يجوز يا شيخ محمد لا يجوز الحمد واعترض على هذا الحد بأنه يلزم فيه الدور يعني اذا كان الحد فيه دور يبقى ايه غير صحيح التعريف باضل ليه لأنه الحد متوقف على المحدود والمحدود متوقف عليه يعني المعرف متوقف على المعرف والمعرف متوقف على هذا هو الدور وهو عين للدور يعني ايه معنى الحد والمحدود فان الحد الحد اللي هو التعريف اللي هو ينكشف بها العلم وصفة ينكشف بها هو ده ايه ده هذا هو الحد لو فان المحدود هو العلم خلاص كده يبقى اذا المحدود يتوقف على الحد يعني تعريف العلم هو متوقف على العلم والعلم هو متوقف على التعريف والحد يتوقف على المحدود وهو عين له الدور المحدود هو العلم توقف على الحد أي على المعلوم وهو أي الحد يتوقف عليه وهذا هو الدور ونظرا لأنه تعريف لفظي فلا يرد عليه دور لأن الدور في الوجود الكاري لا اللفظ قال لك لا قال لك أنت بجلود صحيح بس متى يكون هناك دور هذا في الوجود الكاري وليس التعريف هنا اسم تعريف لفظي فهذا ليس فيه دور لأن توقف العلم على المعلوم ده في الوجود الكاري إنما هناك تعريف لفظي فإذا كان في اللفظ متوقفا عليه فلا دور لأن الدور يكون فيه فالجواب عن هذا الاعتراض أن فيه التعريف دورا فالجواب أن الحد المذكور لفظي وقد صرحوا أن الحدود اللفظية لا يرد عليها دور هو متوقف في اللفظ يعني في التوضيح يعني كلمة العلم معناها في الشرح في اللفظ انكشاف المعلوم وانكشاف المعلوم هذا في اللفظ وليس في الوجود الخارجي إذا كان في الوجود الخارجي صحيح يكون فيه دور إنما هذا التوقف في الوجود الخارجي ولا في اللفظ في اللفظ واضح؟ زي ما أقول لك عرف القمح هو البر أما هو البر هو القمح بس هنا فيه لفظ معناه متوقف على اللفظ الآخر يعني معنى البر خفي أما القمح هذا لفظ مستعمل وكثير التداول فمتوقف هذا اللفظ في فهمه على اللفظ الآخر فهذا لا دور إنما الدور فين في الوجود الخارجي وللعلم تعلق واحد أزلي وهو صريح كلامي المصنف رحمه الله يعني العلم له تعلق واحد أزل يعني تعلق واحد تنجيزي قديم يعني نفهم كذا أن العلم ليس له إلا تعلق واحد تنجيزي قديم معنى هذا أن العلم ليس له تعلق صلوحي قديم وليس له تعلق تنجيزي حادث خلاص كذا يعني العلم لا يوجد ما يسمى صلوحي قديم ولا يوجد فيه ما يسمى تنجيزي حادث إنما هو واحد فقط تنجيزي قديم لماذا ليس في العلم تعلق صلوحي قديم لأن التعلق الصلوحي القديم معناه صالح لأن يعلم وليس عالما بالفعل فالصالح لأن يعلم ليس عالما فلو قلنا في تعلق صلوحي كأننا نقول أن الحق تعالى في الأزل صالح لأن يعلم وليس عالما طب ولو قلنا في تعلق تنجيزي حادث معناه أنه سبق لجهل قبل حدوثه كان لم يكن علما يعني كان جهلا يعني لم يكن عالما فعلم إذن فالعلم ليس له إلا إيه تعلق واحد وهو إيه تنجيز قديم يعني في السنوسية الكبرى اللي بنشرحها يوم الأحد إن شاءه في فصل وجوب الوحدة للصفات يعني الكلام اللي قاله المصنف في السنوسية في فصل وجوب الوحدة للصفات وقيل وقيل له تعلقان يعني العلم في قول آخر إن له تعلقان لكن هذا القول غير معتمد أزلي وغير أزلي أي معنى أزلي يعني اللي احنا قلنا عليه اللي هو التعلق التنجيز القديم ومعنى غير أذلي يعني حادث يعني تعلقا تنجيزيا حادثا لكن يمكن أن نتجاوز ونقول ليس هناك تعلق تنجيز حادث وإنما المراد به له التعلق التنجيز الحادث إظهار التنجيز القديم فسمي تعلقا تنجيزيا حادثا وهو نفس القديم ولكنه ظهر بعد أن لم يكن قد ظهر خلاص كذا يبقى كذا من باب التجوز نقول على أو من يقولون إن للعلم تعلقا تنجيزيا حادثا نقول لا هو عبارة عن إظهار التعلق التنجيز القديم لأن التنجيزي الحادث لو قلنا به كذا يقتضي سبق الجحل لكن إذا أردنا يعني لو أردنا أنه تنجيز حادث يعني وجد بعد أن لم يكن هذا هو الذي يقتضي سبق الجحل إنما إذا أردنا بالتنجيز الحادث الذي هو ظهور ما ما تعلق به العلم القديم فهذا لا ضرر فيه لكن يخشى أن يفهم الكلام على أنه تنجيز حادث يعني لم يكن فكان هذا هو الخبر لكن إذا عرفنا وأردنا بالتنجيز الحادث يعني إظهار التعلق وليس هناك جديد وإنما كان هذا العلم خافيا علينا فظهر فسميناه تعلق تنجيز حادث ولكنه في الحقيقة ليس حادثا وإنما ظهر ما تعلق به العلم القديم في الوقت الذي أراده الله وقيل له تعلقان أزلي وغير أزلي وهو ظهر كلام ابن أبي شريف يبقى كلام ابن أبي شريف ليس خضأا وإنما يحمل على هذا الوجه الذي قلناه يعني هو سمى إظهار التعلق التنجيز القديم سمى تعلق تنجيزه حادث وهو ظهر كلام ابن أبي شريف في حواش العقائد على ما نقل الشيخ ياسير منه حيث القاد وقل صرحكم أبي شريف في حواش العقائد لأنه تعلق العلم أزلي وفي بعض الحواشين عند قبليه صفة أزليات تنتشف بها المعلومات عند تعلقها به بها تمتاز المبركات عند تعلق تلك الصفة امتيازا قديما إذا كان ذلك التعلق قديما وهو التعلق بالنسبة إلى الأزليات والمتجدلات باعتبار أنها ستحدث وحادثا إن كان حادثا وهو التعلق بالنسبة يعني وحادثا إن كان حادثا أي التعلق لأن التعلق لا ضرر في أن نقول أن التعلق حادث كيف تكون الصفة قديمة ويكون التعلق حادث يقول لك أصب التعلق هذا أمر غير وجوده إنما هو أمر اعتباري فلما تقول التعلق حادث لا يضر لأنه ليس وجوديا وإنما التعلق هو عبارة عن تعلق الصفة بالشيء أو تعلق العلم بالمعلوم فالتعلق هذا غير موجود الموجود هو الصفة والشيء الذي تعلقت به يبقى إذن التعلق لو وصفناه بالحدوث لا يضر لأنه أمر اعتباري وليس معنى حدوثه يعني وجوده بعد عدم وإنما معنى الحدوث هنا التجدد وليس معنى الوجود بعد عدم وحادثا إن كان حادثا وهو التعلق بالنسبة للمتجددات باعتبار وجودها الآن أو في الزمان الماضي يعني أنا سميته باعتبار وجودها الآن سميته تعلق حادث أما باعتبار الزمان الماضي يبقى سميته تعلق تنجيزي هذا بالنسبة لي يعني ليس هناك تغير في العلم يعني مثلا عندما أقول لكم الله تعالى موجود قبل وجود له كل موجود لما وجد العالم يبقى نقول الله موجود قبل له العالم خذ بالك هنا وبعدين لما وجد العالم نقول الله موجود معه يعني فيه وجود للعالم وجود لمين لله طيب وبعد فناء العالم نقول الله موجود إيه بعده إذن التغير ده حصل في مين حصل في المعلوم وليس في العلم فالله موجود سواء كان فيه عالم ما فيش عالم قبل العالم فالوجود لم يتغير إنما التغير في مين زي بالضبط كده تعالى كده أنت فين قاتل واحد كده خفيف كده تعالى انت بسرعة كده أقفز قفز موجود أنا زي ما كان الآن هو إيه على أميني تعالى هنا كده هو إيه أمامي تعالى هنا كده الشمالي لو جاء هنا حيبقى خلفي فالتغير في مين هو أنا زي ما أنا أمت لما أتغير يبقى إذن ما فيش تغير في الحق لا في ذات ولا في صفحة إنما تغير في الأشياء فباعتبار وجود تعالى فياعتبار وجود العالم يبقى موجود معاه باعتبار لم يوجد بعد يبقى قبله باعتبار فناءه وبقاء الحق يبقى بعده وضحت كده فليس هناك تغير في علم الله إنما هو في التعلقات وبعد كده خد بالك في جزئية يمكن هو لم يشر إليها وهي هل يتعدد العلم بتعدد المعلوم يعني المعلوم يتعدد علمه بزيد علمه ببكر علمه بعمر هذا هي معلوم متغير هذا غير غير هذا فمتعدد ولكن العلم بحسب الصفة يعني بحسب ذاته لا يتعدد بتعدد المعلوم أما بحسب المتعلق إذا قلنا العلم يتعدد بتعدد المعلوم يبقى باعتبار المتعلق إنما قلنا لا يتعدد يبقى باعتبار الصفة واضح؟ يعني كده الجواب لو سئلت وقيل لك هل العلم يتعدد تعدد في التعلقات أما الصفة واحدة نظرنا إلى الصفة ما فيش تعدد نظرنا إلى القدرة القدرة واحدة ولكن المقدور مش واحد مختلف العلم واحد والمعلوم متعدد فلا إشكال في توقيت الانكشاف بالتعلق صفة الحياة خذ الحياة ونقلص قال المصنف رحمه الله والحياة صفة تصحه لمن قامت به أن يتصف بالإدراك بس كده تعريف الحياة الحياة صفة تصحه لمن قامت به أن يتصف بالإدراك هذا تعريف لي الحياة والرابع من المعاني الحياة الأزلية صفة أيضا قالك الجنس وحسن شرحناها مليون مرة ولسه في ناس بتسأل لماذا يقال صفة كالجنس في تعريف العلم ولم يقل هي جنس لأنه قلت لك الجنس ده يبقى في تركب في فصل قريب في إيه في جنس قريب فلو كان جنس لكان هناك فصل ولكنت الصفة مركبة إذن فهي ليست تعريف حدودية وإنما هي من باب الرسوم واضح؟ يشمل جميع الصفات بعدين بيقول تصحح هنا تصحح يعني توجب بالنسبة لله إنما بالنسبة لغير الله تصحح يعني تجوز إنما بيعرف الصفة مطلقة لم يقل الحياة القديمة إنما هنا بالنسبة لله تعالى تصحح يعني توجب لمن قامت به لمن قامت يعني به الحياة به أن يتصف بالإدراك أزلاً وإيه؟ وأبداً لأنه طالما توجب يبقى معنا كده أنه يتصف بالإدراك أزلاً وإيه؟ وأبداً يبقى معنا تصحح يعني توجب يبقى إذن من لم يتصف بالحياة يبقى هنا لا يصح أن يتصف بالإدراك يعني من لم تقم به الحياة لا يصح وصفه بالإدراك والإدراك هنا يشمل لي حتى العلم السمع البصر يعني لا يمكن أن نقول سميع ولا بصير ولا عالم ولا متكلم ولا قادر إلا إذا كان حياً فإن قلت فإن قلت لما قال في الحد أن يتصف بالإدراك ولم يقل أن يدرك أن يدرك أن يدرك آه يعني يدرك خل الرأة مكسورة يعني يتصف بالإدراك يعني إيه معنى واحد يتصف بالإدراك وهو مدرك مش كده يعني من اتصف بالسمع هو يسمع من اتصف بالعلم هو يعلم بدل ما يقول أن يتصف كان يقول إيه يدرك شكلها كده بالكسر شكلها بالفتحة خطأ فالجواب لأن الذي من لوازم الحياة صحة أن يدرك دون العلم نفسه يعني الوصف بالحياة يلزم منه مش الإدراك يلزم منه صحة الإدراك لا الإدراك كيف هذا يعني قلنا كده لا يمكن أن يتصف بالإدراك إلا بشرط فهي شرط عقلي طبعا لكن ممكن يكون حي وليس مدركا يعني ليس مدركا بالفعل لكنه لا يكون مدركا يبقى كده شوفك كل مدرك حي وليس كل حي مدرك فيه إنسان حي غافل ساه لا يدرك نائم ماذا كده وهو حي هل زالت عنه صفة الحياة وهو نائم طب هل هو نائم يدرك ها لا يجمعنا كده الحياة اللي يتصف بها لا نقول لابد من الإدراك لا الإدراك له شروط أخرى لكن لابد من الحياة فلهذا قال أن يتصف ولم يقل أن يدرك يعني كأنه يقول لك يعني مثلا زي ما واحد يريد أن يتعلم يبقى لا بد أن يكون حيا لكن ممكن يكون حي ولا يتعلم لكنه يقبل له التعلم فشرب أن يعلم لا بد أن يكون حيا لكن هل كل حي يتعلم والتعبير بالإدراك إنما يحسن على القول بأن الباري سبحانه وتعالى يجوز وصفه به فلو قال أن يتصف بالعلم كان أولى والله أعلم بس هنا فيه فيه نقطة مين يعرف يجيبها يعني فيه كده حاجة بصيبة هو الشيخ السرقسطي يعني غفر الله لا بيقول لك كأنه عاود يقول لك كلام السنوس ده مش يعني بيقول لك التعبير بالإدراك هو بيقول والحياة صفة تصح لمن قامت به أن يتصف بالإدراك قال لك السنوس ده من الأشاعر أو من وإحنا لا نثبت الصفة ده اللي هي صفة الإدراك نحن نتوقف فيها نثبت كم صفة سابع اللي يثبت الإدراك عند الماتوردية يثبتوها أو عندهم صفة التكوين صفة زائدة على القدرة فاللي يثبت صفة الإدراك يقول كده كان تمانية فقال لك الشيخ السنوس نسي والمفروض هو لا يثبت الصفة ده فالمفروض يقول يقول أن يتصف بالعلم يعني والحياة صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بالعلم بدل الإدراك ليه لأن الصفة ده مختلف فيها إنما العلم مش مختلف فيه فكيف ترد على سيدنا الشيخ السرقسطي هو ما أراد صفة الإدراك عشان نخط شيخ أراد المعنى ولذلك الإدراك المعنى اللغوي ولذلك الإدراك ثابت في القرآن الكريم لا تدركه أو هو يدرك أثبت ولا نفى بس مش الإدراك اللي هي الصفة الإدراك هنا بمعنى آخر بمعنى الانكشاف أو الإحاطة فاللي بيقول هنا أن يتصف بالإدراك ليس بصفة الإدراك ليس بالصفة المصطلح عليها اللي يزائد على السمع والبصر العلم يبقى هو نسي هذا يبقى الشيخ السنوسي ماشي مظبوط صح والشيخ الثاني لم يدرك هذا وشاني الإدراك السمع والمصر والإدراك نحو شفت شفت كده هنا لما قال أن يتصف بالإدراك كأن الشيخ السنوسي لما قال أن يتصف بالإدراك يعني مش بالإدراك ليصف يعني الإدراك هنا يشمل السمع والبصر والإدراك يعني وصفة الإدراك نحو اللمس والشم والذوق على القول به يعني على القول بأن هناك صفة يشمل الإدراك إذا كان الإدراك شمل السمع والبصر وشمل الإدراك إلا الإدراك هنا بالمعنى اللغوي أما الإدراك الثاني بالمعنى بالمعنى الاصطلاحي وإلا لو قلنا الإدراك شمل الإدراك بقى معناها كأنه شمل نفسه إذا كان كده الإدراك يشمل السمع والبصر والإدراك لما لم يشمل نحو القدرة والإرادة والعلم والكلام ما كان خلائي والسعي قال لك ما يمتحش العملية مش فوضى كده ولم يشمل الإدراك نحو القدرة والإرادة والعلم والكلام مع أنها مصححة لمن قامت به ذلك يعني الحياة تصح لمن قامت به أن يتصف بالقدرة والإرادة والعلم والكلام لكنه قال حاجة واحدة أن يتصف بإدراك وخل الإدراك يدخل فيه السمع والبصر والإدراك لماذا لم يدخل بقية الصفات زي القدرة والإرادة والعلم والكلام مع أنها مصححة أي صفة الحياة لمن قامت به أن يتصف بذلك ولهذا صرح المصنف رحمه الله في صغر الصغر باستحالة وجود الصفات السابقة وهي القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام بدونها أي بدون صفة الحياة نعم ممكن تفعل بقية الانتزام إذا ممكن تفعل بقية الصفات بقية الانتزام لا هو أعود أن أقول لك يدخل السمع والبصر في المعنى اللغوي لكن لا تدخل صفة القدرة والإرادة والعلم والكلام فيه فلهذا صرح بها يعني قال إيه تصحح لمن قامت به العلم صرح ذكر كده في صغر الصغر صرح بصفات الأخرى ولم يصرح بالسمع والبصر لأن الإدراك إيه يشملهما نسكن وأورد على قوله أن الصفات السابقة تستحيل بدون الحياة مش كده يعني إيه الصفات السابقة القدرة والإرادة والعلم والكلام كله ده يستحيل من غير الحياة يقوله إيه مصيبة كبيرة قال أنت بتقول أنه من غير الحياة ما فيش حياة اسمها سمع ولا بصر ولا كلام مش كده ده فيه حاجة أكبر من كده حنين الجذر الجذع بكى وممكن يتكلف الجذع والجذع ليس فيه حياة ووقع منه البكاء والحنين والحنين والبكاء هذا إدراك حزن ده عنده مشاعر ده عنده حياة نفسية وهو هل حد أثبت الحياة للجذع وبعدين الحجر أنت بتقولي أستحيل قيام صفة الكلام بغير الحين طب والأحجار التي تكلمت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني في صيح مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه وكلام الجمادات وليس فيها حياة يبقى إذن الرد على هذا الإراد أو هذا الاعتراض أنه حنين الجذع وكلام بعض الجمادات وجد بدون صفة الحياة في هذه الجمادات على سبيل خرق العادة يعني هذا ليس أمرا معتادا وإنما على سبيل خرق العادة بس هنا الجواب ده فيه إشكال ما هو نحن نقولها شرط عقلي شرط عقلي فلما نقول هنا خرق العادة ستبقى الحياة شرط عادي ولهذا الجواب اللي فوق أفضل وأجيب بأنه يجوز أن تخلق فيها الحياة يعني الله تعالى خلق الحياة في الجزع وخلق الحياة في الأحجار فليس المراد لاستحال العقلية لأنه لو كان مستحيل عقلا يعني الحياة شرط عقلي ويستحيل وجود الكلام ووجود السم والإدراك بدونها يبقى معناها لا يمكن تدخل كلمة خارق العادات هنا خلاص كده وقال ليس المراد لاستحال العقلية على وجه بعيد فتدبره لماذا قال على وجه بعيد لأنه المراد بها إنه مستحيل عقلي وليس مستحيل عادة خلاص كده والحياة والحياة ليست من الصفات المتعلقة فلذلك لا تطلب أمرا زائدا سوى ذات الحي الحياة ليست من الصفات المتعلقة يعني ليست زي القدرة والإرادة والعلم والسمع وإلى آخر فلا تطلب أمرا زائدا سوى ذات الحي في غيرها من الصفات يعني غير الحياة تطلب أمر زائدا على قيامها بالذات وهو التعلق تغتضي زائدا على القيام بالذات كالعلم مثلا فإنه بعد قيامه بالذات يطلب أمرا يعلم به وكذا باقي هذه السبع والحاصل أن جميع صفات المعاني متعلقة خلاص إلا الحياة متعلق أي معنى التعلق ما معنى التعلق طلب الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات أو بالموصول طالبها لزائدا على القيام بمحلها سوى الحياة وهذا التعلق نفسي أي ذات لتلك الصفات كما أن قيامها بالذات نفسي لها أيضا فإن قلت جعلهم التعلق صفة البارئ هل ذلك على سبيل الحقيقة أو التجوز يعني كيف يكون التعلق صفة والتعلق أمر اعتباره فلأجل هذا قالوا هذا على سبيل ليه فالجواب جعل ذلك على وجه التجوز لا على سبيل الحقيقة لأنه وصف للصفة التعلق بلصفة متعلقة فكأنه مش وصف للذات وصف ليه للصفة وكيف تكون الصفة لها صفة هذا محال حقيقة وذلك سمائه على باب التجوز ولكن الصفة لا قيامة لها بنفسها بل هي قائمة بالذات بل تقوم بالذات فتكون صفتها صفة للذات من حيث إن تعلق القدرة مثلا كون الذات تتعلق قدرته بكذا وقس على ذلك سنقف عند الصفة الخامسة لكن هنا أزال فيه إشكال مهم يحتاج إلى حل طبعا هو فض يقول لك الصفات السابقة تستحيل بدون الحياة صح أو لا يعني لا يوجد كلام إلا إيه بشرط الحياة ولا علم إلا بشرط وده شرط عقلي الشيخ هنا الفقير في التعليق قلنا حنين الجذع وكلام بعض الجمادات وجد بدون صفة الحياة على إيه على سبيل خرق العدي أو الكلام اللي أنا أقوله ده مش نافع إلا إحنا قلنا ده شرط عقلي إمتى إنفع لو كان شرطي عادي ده والكلام اللي قاله هو فوق قليه بيقول هنا وأجيب بأنه إيه يا شيخ طالح أنه إيه يجوز أن تخلق لا الجواب ده نافع ولا اللي تحت نافع من باب أول كيف تجيب يعني هو فوق قال لك والله هي صحيح الحياة شر بس قال إنه تخلق فيها الحياة في الحالة دي لما تخلق فيها الحياة يبقى ليس المراد الاستحالة العقلية وإنما المراد الاستحالة ليه العادية وأنا تحت قلت نفسي الكلام ده خلاص كده على سبيل خرق ليه العادة وخرق العادة أمر ليه متعلق بالعادة وليس متعلق لأن العقليات لا تخرق إذن فالإشكال لم يحل بعد ما هو الحل يشهر هل ظهر لكم الحل ولن يظهر لكم أبدا ما هو ما في أحد يجاوب كده ما فيش فتح ما فيش إلهام ما فيش كشف وفوق كل ذي علم العليم يعني هو بيقول الله تعالى يخلق فيها الحياة فيبقى تتكلم الجمادات وتبكي ويحن الجزء ولكن هذا على سبيل خرق العادة فتكون الاستحالة غير عقلية وإنما هي عادية وأنا تحت بيقول لا ده ممكن تتكلم بدون صفة الحياة وبرضو الكلام ده ايه مش نافع لو عدنا طبع الكتاب حنغير هذا اللي التعليق إذن ما هو التعليق الصحي حين حنغيرها العقل ما يخلق فيها الحياة في وقت ما هو نفس اللي قاله أيها أنت بتعيد نفس ما هو بيقول يخلق فيها الحياة المعنى هي ليست حية اش كده ما من شأنه أو هي ما فيش حياة والله يجعل غير الحياة تكلم كده تصبح الحياة ليست شربا عقليا ما من شأنه ما من شأنه أن تتصف ما هو الجمادات هل من شأنها أن تتصف بالحياة خرج ها فيش إجابة أخرى أنا الآن رجعت عن هذا الكلام وكلام الشارح مش واضح يعني نفس العبارة بس هو بطريق وده بطريق إنما الجواب الصحيح ما هو أن الجمادات والأحجار ليست معدومة الحياة ولكنها فيها حياة لا ندركها وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده يبقى هي أصلا فيها حياة ولكن لا ندري يعني هي في الأصل اعتبرناها جمادات ولكن فيها حياة إلا أن حياتها من نوع لا نعرفه بدليل تسبيحها ومن شيء إلا يسبح يبقى احنا افترضنا افتراض هو اللي أوقعنا احنا قلنا الجمادات يعني معناها ليس فيها حياة كيف والله أسند لها التسبيح ولكن قال ولكن لا تفقونا قد اللي أوقعنا في الخطأ أن افترضناها جمادات وذلك لو نظرت إلى أي شيء خلقه الله تعالى ما فيش حاجة كلمة هي اسمها جمادات لكن الجمادات والنباتات الإنسان والحيوان والسماوات ما فيش حاجة في الكون ما فيش حياة طالما خلقها الحي ففيها نوع من الحياة وهي اللي حيثبت لك كذا اقرأ كذا ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحياة وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه ليه الماء وإن منها لما تفجروا منه الأنار وإن منها لما يحبطوا من خشية كيف يقال هذا ما عدم الحياة كيف يثبت أو يسند لها الخشية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إذن فوقوع الكلام منها ووقوع الحنين هذا على أصله فما فيش إشكال يبقى فيها حياة ولا ما فيهاش ولكن ليست حياة كحياتنا بروح ودم وأكل وشرب وإلا كيف يسند إليها هذا القرآن أسند البكاء فما بكت يبقى الأرض لما يقول تبكي والجبل خاشعا متصدعا والحجار تهبط من خشية الله يبقى والكون كله يسبح يبقى في حي اسمها هي إحنا بنسميها بالنسبة لنا لأنه ما فيش حركة ما فيش كذا ما فيش طعام ما بنسميها كائنات غير حية لكن الحياة موجودة في كل شيء خلقه الله بدليل لما الحصة الحصة لما سبح فيه في يد النبي صلى الله عليه وسلم ويد سيدنا وقف سيدنا عمر لما وضح تقريبا في يد سيدنا عثمان عارف الحصة لو وضع في يد كافر حيسبح بس هي الفرق أنه في يد النبي وفي يد سيدنا عمر سمع التسبح هو بيسبح بس أنا لأني محجوب لا أسمع فحتى أنت تمر عند القبر الحديث إنهما لا يعذبان والميت يصرخ أو نعم وأنت محجوب عن ذلك إذن هو فيه حياة طالما هذه الأشياء فيها حياة يصدر منها الحنين ويصدر منها لا غرابة ولا نحتاج إلى كلمة حرق عادة ولا يحزنون اللي وردنا التسرع والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا بقين أكفن صفت اللي السمع والبط اللهم صلي أفضل صالات على أسعد محب لنا محمد وعلى آله وصحبه معلوماتك ومداد كلماتك كذكرون وغفل عن ذكر الغاشمون واحد بيسأل هل علم الله يتناها أو لا كيف قال علمه قديم والقديم لا يتناها علم الله لا يتناها لأنه لو تناها لكان حادثا